اشتركوا في القناة تفعيل دورها في المجتمع وكثف عطاءها في كافة المجالات طبعا هدف من اهدافنا وصول المرأة الى مجالس الادارة الحكومية والشركات الخاصة مهم جدا الحمد لله احنا قاعدين نحقق الهدف بس نتطلع الى زيادة في الاعداد طبعا التواصل مهم جدا بين رجال وسيدات الاعمال وهذا هدف من اهدافنا ان التشبيك مع المجتمع الاقتصادي في البحرين طبعا هدف من اهدافنا بعد ان احنا نوصل المرأة عالميا في التجارة وان شاء الله بنوصل من خلال طبعا تواصلنا مع السفراء مع الدول الثانية مع الجمعيات الاقتصادية لسيدات الاعمال ونتطلع الى حضور المرأة عالميا واحنا على تواصل مستمر مع المجلس المجلس الاعلى للمرأة ومع برامج المجلس الاعلى للمرأة الاقتصاديا وكل الموظفين من المجلس الاعلى للمرأة يساعدوننا ويتواصلون معنا في دعم برامج الجمعية للوصول المرأة الى المراحل المتقدمة في التجارة اقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1396 نقطة وذلك عائد من خفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وبلغت كمية الاسهم المتداولة لهذا اليوم مليون و132 ألف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 191 ألف دينار تم تنفيذها من خيال 52 صفقة اكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على الهدف المشترك لمجموعة أوفيك بلاس المتمثل في المحافظة على استقرار اسواق النفط العالمية ما يحقق الفائدة لكل المستهلكين والمنتجين وقال الفالح ان احتمال تمديد قيود الانتاج التي اتفقت عليها أوفيك والدول غير الاعضاء بالمنظمة الى النصف الثاني من العام 2019 كان الخيار الرئيسي الذي بحثه اجتماع لجنة الوزارية في جدة لكن الامور قد تتغير بحلول يونيو اوضعت وزارة المالية السعودية مبلغ 250 مليون دولار لحساب بنك السودان المركزي وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان ان هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم السعودية للسودان لافتا الى ان هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الخرطوم خصوصا سعر صرف الجنيه السوداني بحسب ما نقلته وكالة الانباء السعودية وجهت جوجل ضربة قوية لشركة واوي الصينية بمنع التعامل معها في خطوة تزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين واوقفت شركة جوجل نشاطها التجاري مع واوي وهو ما يتضمن نقل الاجهزة والبرامج وخدمات التكنولوجيا الرئيسية ويأتي تحرك جوجل في هذا امتثالا للقرار التنفيذي الذي اتخذته الولايات المتحدة بشان وضع واوي ضمن قائمة الكينات التي تعتبرها تمثل تهديدا للأمن القومي